اهلا بكم ويراب تكونوا بخير جميعا. كل الفيديوهات اللي على القناة تقريبا بكون اه محضر لها علشان اصورها ونستفيد مع بعض من المعلومة. ولكن قلائل جدا جدا من الفيديوهات. بكون بعمل حاجة خاصة بي انا في البيت وبكرر على اخر لحظة ان انا اصورها علشان اه يمكن تستفيدوا حاجة معي. طيب من ضمنها الفيديو اللي انتم شايفينه ده. انا فجأت نصابون البشرة خالص عندي وكررت ان انا اعمل اه تلات صابونات كده بس على السخن بحيس ان الصابون على السخن بمجرد ما بينشف بنقدر نستخدمه على طول. هنستخدم النهاردة كبية ونص من الزيت. كلنا عارفين ان كباية الزيت بتاخد معلقتين من السودا الكوية. ده مقدر سابت. الناس بقى اللي بتتلخبط في كيلو زيت لمية وخمسين جرام سودا كوية او هيدروكسيد سوديوم. لا احنا بنختصر الموضوع من سهله شوية وبنقول كل كباية زيت لها معلقتين اتنين من السودا الكوية. طيب انا النهاردة هستخدم كباية ونص من الزيت. فاذا ليهم تلات معالق من السودا الكوية. الناس اللي مستقربة الاسم احنا بنقول عليها في مصر السودا كوية او بطاس. الاسم العلمي بتاعها دي الوكسيد السوديوم. في الدولة العربية كوستيكا ترونة. آآ دي بوشار حجر تسليك مجاري او آآ بطش. معايا كباية من الزيت. ده زيت الطعام عادي جدا ولكن انا كنت قليت في آآ البطاطس مرة واحدة او مرتين. بكلمكم من دها الامانة. ده مش زيت جديد انا جايبة من الاساسة. وقزي لنا بقين عليه. ولكن مش قلية بقى في سمك ولا آآ حاجات بقى بتضفر ريحته. لا. هو البطاطس بس مرتين تلاتة. مرتين. طيب ده زيت جوز الهند. احبت منه نص كباية وهقول لكم آآ واحنا آآ شغالين في الصابون ليه انا استخدمت نص كباية من زيت جوز الهند تحديدا. طبعا هو ينفع زيت زتون وينفع آآ دهن الحيواني وينفع السمنة البلدي السمنة العادية. حتى لو جيبتي سمنة وحسيتي ان طعمها مش حلوة او ماركونة عندك او كده. آآ برضو دارنيتي تاخدي منها نص كباية. انا دلوقتي حطيت كباية من زيت الطعام. ونص كباية من زيت جوز الهند. ونزلت عليهم بالتلات معالق من السودا الكوية اللي كنت مدوباهم في نص كباية من الميا. على فكرة ما كانوش بيرضوا. يعني السودا الكوية بتسخن الميا. فآآ كانت لسه الميا ما زيت سخنة ولكن انا كده كده هنفعه على النار لانه زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان انا هعمله على السخن ليه? علشان اقدر استخدمه بسرعة. آآ بمجرد ما نزلت بالسودا الكوية على الزيت بتاعي لازم افضل اقلب كده تقليب متواصل ومستمر علشان يبدأ آآ يتقل معي. عايز اخليتهم ببعض كويس جدا جدا. وزي ما انتم شايفين? على فكرة هو زيت جوز الهند من الزيوت اللي بتتجمد كل ما الجو يبدأ يبرد. هو طبعا دلوقتي يسيل معي علشان احنا لسه ما ده حنيش في درجة حرارة منحفظة. آآ بالنسبة اللي اللي انا هحطه دلوقتي ده آآ حطيت نص كوباية من آآ او قلم نص كوباية من ربعة كوباية من الشوار اللي احنا عاملينه مع بعض في البيت. طب انت مش عاملة الشوار في البيت ممكن تبعاتي تجيبي اللي هو آآ البواكل اللي بتتباع دي تقريبا الواحد سعر وجنيه او حاجة زي كده ممكن تحطي اتنين او تلات اكياس من الشوار. ايه لازمته? لازمته ان هو هيحسن معي آآ الرغوة هيعليها وكمان هيخلي ريحة الصبونة بتاعتي حلوة. ولو في اي ريحة للزيت آآ طبعا بيقلل منها كتير. آآ زي ما انتم شايفين مع التقليب? ده مش بس في صبون البشرة ده في اي نوع صبون. كل ما بنقلب اكتر كل ملون الزيت بيبدأ يفتح معنا وخصوصا بعض الشوار اللي احنا حطيناه. آآ ده يا جماعة نص كوباية من الكحول الاي سيلي اللي هو بتاع الطبي يعني. مش اللي هو الصناعي. لا ده اهو زي ما انتم شايفين كده كنت شارع الازازة جي من عند البطول المستلزمات الطبية سعرها ستين جنيه. آآ في الصيدليات هتلاقوا كحول غالي شوية. فحاولوا تشوفوا المحلات اللي بيتبيع المستلزمات الطبية وهاتو الكحول ده. طرح ما هنعمل حاجة خاصة بالبشرة. اي صبون خاص بالبشرة. نستخدم كحول طبي. ولكن آآ هنعمل بقى صبون سايل او آآ آآ برسيل جل او كده. آآ ما فيش مشكلة هنستخدم الكحول الصناعي الابيض اللي هو المعالج مش الاحمر. حذرنا كتير من الكحول الاحمر. آآ بمجرد ما نزل الكحول بسيط لقيت ان الصبون بتاعي آآ بدأ ان هو زي ما انتم شايفين كده يعني يخف شوية. آآ برضو هستمر فيه التقليب. وآآ هجيب كوباية فيها نص كوباية من المياه. ياريت ياريت ما تكتروش السويل. يعني ما تكتروش عن نص كوباية. ممكن ربع كوباية كمان. واحط فيها تلات معالق كبار من السكر. السكر بيخلي الصبونة آآ نعمة جدا على البشرة. السكر بيزود الرغوة. السكر زي ما احنا عارفين لو احنا ما عندناش جليسرين عشان كان مش هحط جليسرين في الوصفة دي لان انا هحط سكر. السكر كمان بيدي آآ زي شفافية كده محلول السكر دايما نستخدمه. بيدينا شفافية كده للصبونة آآ فيعني انتي مش عايزة تحطيه هو مش هيفرق كتير قوي. ولكن هم تلات معالق مش كسة كبيرة يعني. حبدأ بقى بعد كده ان انا ارفعه على النار. ليه حرفعه على النار? علشان السودة الكوية تبدأ آآ يطير منها جزء كبير. او يعني تبدأ ان هي مفعولها يقل معانا كتير. آآ صناعة الصبون على السخنة عموما بيكون افضل بكتير قوي من صناعته على البارد. لو انا بعمله على البارد ما ينفعش ان انا استخدمه قبل مسلا عشرين يوم. ده اللي صح بتاعه. لان السودة بتكون حمية. انما لما انا برفعه على النار آآ جزء كبير جدا من السودة بتتبخر. وكمان السويل اللي موجودة في الصبون نفسها بتتبخر. وكمان اكبر مصانع الصبون بتشتغل دايما على السخن. آآ يعني لو الصبونة نشفت معاك تاني يوم آآ في نفس اليوم تلت يوم تقدر ان انتي تستخدميها. نفس الطريقة دي هي نفس طريقة الصابون الصلب بتاع الغسيل والموعين. برضو بترفعه على النار. وحتبصي تلاقيه بيبدأ يفور معاكي. زي ما انتو شايفين كده آآ ايدي فيها على طول. انا ما بسيبهوش. طبعا الحلة اللي بستخدمها يا اما استلس يا اما حلة كل ما بستخدمهاش غير في العمل المنظفات. آآ لان طبعا ما نفعش ان احنا نحط فيها اكل بعد كده. طبعا سودة كاوية ومواد طبعا يعني كيميائية وكده. فما انصحش ان هي آآ يتحط فيها الاكل. عايز اقول لكم بقى على معلومة مهمة قوي بخصوص زيت جوز الهند لان جزء كبير جدا او يعني تقريبا معظم الزيوت اللي احنا نعرفها. بمجرد ما بتتحط على النار بتفقد كيميتها. الا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند مهما بنسخنه او بنحطه على النار فهو بيحتفز بكمته بالعكس بيتخلص من الروايح اللي بتكون موجودة فيه. يعني لو انا عندي زيت جوز الهند بقى له سنة او سنتين مسلا. وريحة بدأت تغير. لا بمجرد ما بحطه على النار لو فيه اي شوائب بنتخلص منها بنتخلص من الروايح اللي موجودة فيه. زيت جوز الهند من الزيوت اللي بتحتفظ بقيمتها عند التسخين ما بيتأثرش بدرجات الحرارة العالية. الصابونة دي بتكون حلوة جدا في استخدامها للشعر. يعني انا غسلت بها شعري زيت جوز الهند مفيد جدا جدا للشعر. وكمان للبشرة كلنا عارفين اا ان هي بتعمل عملية ترتيب للبشرة. اا زيت جوز الهند برضو او جوز الهند عموما من المكونات اا اللي هي مناسبة لجميع انواع البشرة. الدهنية بقى والجفة والحساسة والكلام ده كله. اا بصوا هو انا مسرعة جدا جدا لكن هو بصراحة قعد على النار حوالي مسلا دلت ساعة وايدي فيه? زي ما قلت لكم بيفور. ما تسمهوش وتمشي. لا حاولي تقليبي فيه. الموضوع مروحك شوية. بس مقابل كده انت بتقدري تستخدمي الصابونة. بصوا هنا انا عملت غلطة ايه? ان انا حطيت المضرب السلك اليدوي طبعا يعني هي اصرا الحلة بتاعة الصابون فمش فارقة معناه تتجرح او لا بس الفكرة ان الطبقة السودة دي طلع منها حاجات بسيطة كده. يمكن هي مش باينة قوي دلوقتي بس لما اجي اخسر الحلة في اخر الفيديو هتشوفوها. عايزة تسيبها على لونه كده زمح نشون فهوران خلاص وقف تماما بدأ كل المكونات السائلة ان هي اا تتبخر. اا بقى عندنا بس الزيوت مع السودة الكويل اللي احنا حطناها. اا مع طبعا محلول السكر نفسه كمان ما بتاعته بدأت ان هي تتبخر. انا حطيتلو انده اختياري مش عايزة تحطيه خلاص. طب احنا ما حطناش جليسرين. اه علشان احنا حطين سكر ولتلكوا السكر بديل الجليسرين. اا عايزة دلوقتي تحطي اي زيت عطري. ما بش اي مشكلة هي. اا انا عندي هنا المسك ده. الريحة دي حلوة جدا. فحطيت منها يعني حاجة بسيطة كان مسلا حوالي ما كملوش جرام يعني. طبعا بيدييني ريحة حلوة اول للصابونة. هو اصلا الشاور ريحته حلوة. زيت جوزهند ريحته حلوة. اا وجود الزيت على النار حتى لو كانت في روايح مش مش لطيفة يعني خلاص بمجرد ما بنرفع على النار الروايح دي بتبتدي ان هي تروح. الصابونة كمان بتكون اقمن في الاستعمال واسهل كمان. بصوا هو العيب الوحيد في الصابونة ده ان احنا لما بنجي نحطها في الاوالب ما بتبقاش اا ما بتبقاش شكلها سلس كده يعني ما بتبقاش لكل كده بحيث انها تنزل تاخد شكل الالب لأ بتبقى نوعا ما شكلها مش احسن حاجة. اا بص زي ما انتم شايفين كده. اا هتبقى تمسكي الالب وتخبطيه بقى خطتين ثلاثة. انا يعني نظرا اللي انا عملاها ليا انا في البيت وما كنتش عارفة ان انا والله حصور الفيديو فعشان كده بقى ايه? حتلو شكلها مش احسن حاجة. خليني بقول لكم على حاجة مهمة جدا. هلا وانا ما حطيتش كحول في الصابونة دي الكحول يعني اا اا ليه لازمة كبيرة او هدبوز ولا اي حاجة خالص انا بحط الكحول عشان بيساعد على تصلوا بالصابونة وكمان اا يعني بيتهارها كمان الزيت اللي انا كنت حتى كنت مستخدمها مرتين لكن انتي لو مش عايز حطي كحول ما فيش اي مشكلة. اا الصابونة بتنشف بعدها قديه بتنشف في نفس اليوم. بنشفت معاك تاني يوم استخدميها. نشفت تلات يوم استخدميها. انا مش هستخدمها غير بعدها بيومين. تأكد ان هي نشفت تماما. الروا بتاعتها ما شاء الله حلوة جدا. ريحة المسك اللي احنا حطيناه كانت حلوة وريحة كمان زيت جوز الهند حلوة قوي. اقل صابونة بشرة النهاردة سعرها تلات اشر جنيه. اقل حاجة. فانتي لو عملتوا تلات صابونات دول يعني سعرهم مش اهل مساراً من خمسين جنيه. عملناها بكوباية ونص من الزيت. حابت عملية كلها بالزيت ماشي. الزيت طعم ماشي. حابة انتي تحطي مكس من الزيت زيتون زيت جوز هند. اا زيت لوز اي زيت عندك مفيش اي مشكلة خالص. انا بس ادتك الفكرة وانتي بقى حطي بتاعيك. انا خلصت الفيديو. يارب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على الف خير.